استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الدزائري رمطان لعممرة حيث تباحث الوزيران حول مجمل العلاقات الثنائية ومستردات الملفات الإقليمية والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترق وتطرق الوزيران إلى عدد من قضايا المنطقة والمسائل التي تهم الجانبين بما في ذلك مستردات الملف الليبي حيث أكد شكري على أهمية العمل على دعم حل ليبي ليبي للخروج من الأزمة الحالية مع التأكيد على ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شؤون ليبيا أشقيقة كما تم التباحث حول موضوعات حفظ السلام وأكد الوزيران على ضرورة تكثيف التنصيق في إطار العمل الأفريقي المشترق بما يعزز من جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء في قارة الأفريقية كما تم تأكيد على أهمية مواصلة التنصيق لدفع جهود العمل العربي المشترق في إطار جامعة الدول العربية ترجمة نانسي قنقر